النساء المعلقات هن النساء اللواتي لا يعشن مع أزواجهن حياة أسرية مقبولة فنسميهن متزوجات ولا هن مطلقات ينلن حقوق المطلقة فهن في نفس الوقت لسن متزوجات ولسن مطلقات وقد شبههن القرآن الكريم بالمعلقات المعلقات نساء هجرهن أزواجهن منذ حين فلم يبقوا معهن أزواجا ولم يطلقهن المعلقة امرأة طلبت من زوجها الخلع لسوء عشرته فماطلها وأخرها وضيق عليها وضارها حتى تتنازل عن جميع حقوقها فلما فعلت لم يطلقها ولم يخالعها المعلقة امرأة تزوج زوجها زوجة ثانية ثم غاب عن بيته الأول غيابا طويلا فلم يعطيها حقوقها ولم يطلقها المعلقة امرأة ابتليت بزوج مدمن خمر أو مخدر أو فاحشة النساء فلا هو يرعوي عن غيه ولا هو يطلقها المعلقة امرأة رفعت دعوة تفريق على زوجها فما كان منه إلا أن غير مكان إقامته ومكان عمله حتى لا يستطيع مراسل المحكمة أن يبلغه فأطال زمن الدعوة لتبقى معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة المعلقة امرأة تزوجت زوجا بخيلا لا ينفق على أسرته النفق المشروعة فلما طالبته وألحت عليه هجرها وغدت معلقة المعلقة فتاة عقد عليها شاب عقدا برانيا فلما تخاصما بعد أشهر سافر وتركها معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة المعلقة فتاة عقد عليها شاب ثم كرهها أو كرهتها أمه وعلم أنه انطلقها قبل الدخول وجب عليه دفع نصف المهر فأراد أن لا يدفع وأن يرغمها على المخالعة فهجرها آثما فصارت بهجرانه معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة والعجيب أيها الإخوة أن أزواج هؤلاء المعلقات مسلمون والعجيب أنهم يصومون والعجيب أن بعضهم من المصلين ثم هو يظلم ظلما بينا وفي القرآن الكريم يتكرر قول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون أربع مرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر